مرحبا، رح ندرس بهالفيديو عن الديفيزيون سالولير نمو الطفل بحاجة دايماً لخلايا جديدة لتسمح له يزيد طوله ووزنه ويأمن نمو الأعضاء بجسمه بيقدر يحصل على هالخلايا الجديدة من خلال عملية اسمه ميتوز ليشفى جرح؟ هو كمان بحاجة لخلايا جديدة لنستبدل فيها الخلايا الميتة هالخلايا الجديدة بنحصل عليها بنفس العملية يلي اسمه ميتوز كمان إذا صار فيه كسر بالعضم العضم تلقائياً بيقوم بعملية الميتوز ليعالج هالكسر ومن خلال هالعملية بيحصل على خلايا جديدة الميتوز هي عملية انقسام بالخلايا بتسمح لنا نحصل على خلايا جديدة في عملية تانية نحنا كمان بحاجة إلى لنأمن خلايا جديدة بس لهدف آخر هو الإنجاب ليقدروا الأهل يجيبوا ليد هن بحاجة لأنتاج خلايا خاصة وهالخلايا الخاصة تنتج بعملية انقسام خلايا اسمه ميوز وهي مختلفة عن عملية الميتوز أولاً ليش بيصير في ديفيزيون سلولير بالجسم؟ جسمنا دايماً بحاجة لنوفيل سلول ليحلوا محل الخلايا الميتة جسمنا بحاجة يكبر بمرحلة معينة من مراحل العمر وبحاجة لخلايا جديدة جسمنا بحاجة انه يصلح الليزيون مثل الجرح أو الكسر بالجسم وكالي اللي ذكرني هن بحاجة لديفيزيون سلولير ليصيروا لأنه بدنا نكتر عدد الخلايا وهالعملية اسمه ميتوز بعملية ديفيزيون سلولير السلول بتنقسم لتنين وبتصير تتكاتر بهالشكل كمان جسمنا بحاجة انه يعمل الجامات يلي هن ضروريين لعملية الريبروديكسيون أو التكاثر في ديفيزيون سلولير مختلف عن الميتوز اسمه ميوز يلي منه بينتج الجامات وهيدا هو الميوز مثل ما شايفين بالفجور بالميوز الخلية بتنقسم لأربع خلايا مش لخليتين مثل بحالة الميتوز لنقدر ندرس الميتوز والميوز بشكل دقيق لازم نتعرف على الكروماتين إلي كروموزوم هيدا هو الكروماتين وهو عبارة عن خيط من الانفرماسيون جينيتيك أو المعلومات الوراثية الموجودة بقلب الخلية بنوعيو الكروماتين بيقدر يتحول لكروموزوم بواسطة عملية اسمه كوندنساسيون هالكروموزوم ما منشوفون إلا خلال عملية الديفيزيون سلولير ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على شاتر تشانل المجانية وتكبسوا على زر الجرس ليصلكم كل شي جديد